اهلا بكم وفيديو جديد من حكايات بناية الفيديو النهاردة من الفيديوهات اللي بتحبها جدا في الجهاز هيكون ان شاء الله عن قبيات شاي وقبيات قهوة وشوية حيات كده ايه هتحبها جدا بس بليز قبل ما نبدأ الفيديو وعملوا لايك للفيديو ده ايه وكمان اللي بتشوفنا الاول مرة يشترك في القناة ويفعل انقرس عشان تابعه في كل فيديوهاتي ويلا نبدأ ايه ده اول طعمي معنا هو من كرفور هو بصو طعمي ده ايه هو حاجة كده صنعه مصري اسمه الجوهرة ايه سهره ما بيبكون شغالي قوي يعني انا كمان قطع جايبية كان عليه سيل ايه ما كانش معد الخمسين جنيه يعني كان حلو قوي ايه عجبني فيه ان هو ايه ويسع كده الكباة بتاعتها ايه كبيرة وتاخد كمية انا مش جايبية للشاي بصراحة ايه بس فيه نيز بتحيبية اشرا فيه شي وانا جايبان مسلا نستعمل اليوم كده هيبقى فيه بيبسي مسلا ايه على الصفرة وكده فيه هيكون حاجة كده واسعة وسهلة ايه بس انا مثلا بحب دايما ملجات الشاي تكون لها ايه لها ايه كده عشان طبعا بيكون سخنة وكده ايه فده كان اول واحد ايه تاني واحد معنا برضو من كرفور كنت اجيبها مع بعض ايه في نفس اليوم برضو كان عليه سيل اهو سعره كان من تقريبا خمسة وتلاتين لخمسين يعني مكسبة من خمسين مش هيزيدة عن كده ايه ده لو كمان مش عليه سيل يعني هو برضو من الحاجات اللي اطعم اللي طلعت دلوقتي ايه ومميزة كده لو عم فيه من تحت الشرشرة دي كده ايه فمدياله شكله حلو وكمان هو الكوباة نفسها ايه مش مدورة عادية كده يتحسيها اللي ايه مربعة ايه حجمها نفسه حلوية يعني هي الكوباية طويلة كده ايه والقاعدة ومن فوق غدين الشكل المربع فحجمها كويس والحلوة كمان فيها اليد بتاها طبعا هي المفروض اصلا الاساسي ايه كوباية شي بيكون لها اليد عشان السخنة زي ما عدت لكم وكده ايه فدي انا شايف ان هي حجمها حلو ومليد وكده فدي من الموصفات الحلوة وكمانها شفافة يعني مش ملونة ايه فدي بتخليها من الحاجات الكويسة ايه طبعا فيه كمان معنا المنج ده ممكن ان انتي تشرب فيه ايه نسكافية او كابتشينو اي حاجات كوفياني وممكن برضو ان انتي تستخدمي للشاي ايه فينيس بتحب ان هو هتشرب فيه مسلا شاي او برضو مشروبات سخنة العينية وحاجات من دي ايه فده من الحاجات الحلوة قوي ومميز والموضة بتاعته ما بتبطلشه خالص ايه هو من مركة مشهورة جدا اسمها بلينك ماكس هتلاقوها معي دلوقتي في الفيديو وفي كزا حاجة ايه ومتلا ما فيش اي حد جاهز ما جابش حاجة في الجهاز بتاعه من المركة د ايه الليزانة بتاعها بيكون ناقية جدا وحلوة جدا ايه بص اي سألوكم ان هما بيجوا كل اتنين مع بعض او انتي بتتقامي زي ما انت عايزها تجيب العدل اللي انت عايزيها انا جابهم هنا ايه تلتة اتنينات ايه انا جابهم ستة ولزقهم كده على بعض ايه بس هي طبعا مطربة فمش باينة كمان هي لمحتها حلوة ايه مش فكرة صراحة كان سعرهم كم لما كانوا من فترة طبيلة جدا ايه فسامحوني بقى في سعرهم دي برضو حاجة من بلينك ما صبرته الكوباية دي مميزة جدا تقريبا من عرائز دلوقتي بيجيبوها اصلا شكلها شيك ويعني من الحاجات اللي هي اه بتدخل المحل تسألي عليها كده بشكلها كده اه حلوة قوي والا كمان الشكل بتاعها اللي هو الشرشرة الموجودة فيها دي اه مخليها مختلفة عن اي كوباية وشكلها شيك ولذيذة كده اه وحاجة لسه كمان جديدة يعني اه الكوباية برضو قلت لكم من بلينك ماكس طبعا شايفينا ان ديه مختلفة ان هي ميطة بيضة قوي اه وصافية كده وشكلها بيلمع وحلو حجمها كمان كويس يعني اه مش كبيرة قوي ومش صغيرة قوي وبيد وكل حاجة اه لو انتي بتجيب القوباية او لسه مجبتيش دوري عليها هتنجيب الجندان طبعا دي انا اه ناظم الناس يعني نشوف تها في الفيديوهات جايبها اه بخمسين بس انا لازف نضحك علي فيها اه جايبها بخمسة وسبعين اه فده يعني المفروض نهاية الحاجات دي سعرها بيكون في حدود خمسين لستين يعني ما زدش على العدد ده اه دي برضو من بلينك ماكس بس كين اللي هو اه شكل العلبة القديم شوية قبل الثانية الحمرة وخلص دي اه بس اتكدوا انها نفس الاسم لان اه في مركز رواتي طالعة علبةها برضو شباها بس مش هي نفسها اه دي برضو من القيوت قوي وشكلها حلوة قوي اه صغيرة كده بس هي مشكلة انها طالعة الواسع فانتي مش بتعملي القوباية قوي اه وفيها من تحت كده الحاجات اللي هي زي المشورشرة كده اه لو بينها يعني بيكون فيها شغل برضو شياكة وكل حاجة اه بس بيتبان طبعا على الطبيعة اكتر اه دي للناس برضو اللي هي مش بتحب تشرب كمية شي كتيرة يعني فبتكون دي حجمها كويس ومناسب ولتقول لكم المركة دي سعرها بيكون اه تقريبا خمسين جنيه اه لو انتي بقى من الناس اللي بتحب تشرب شي كتير او كده في موجات كبيرة زي انت شايفينه ده اه كنت جايبا من هوم سنتر كان تقريبا يعني في حدود خمسة وعشرين كان عليه سيل برضو يعني دايما بجيب حاجات من هوم سنتر بس بتكون جايبها في السيل وغالبا بتكون موجات يعني بتكون عندهم حاجات حلوة ومميزة ايه فانتي لو محتاجة موجات ازاز زي شفافها بيد كبيرة ممكن ان انت تجيب اللي هو اللي عليه ورد ده او تجيب التاني اللي هو اه بقاعدة اللي هم اكيانوا ستة مع بعض اه وده كمان شكله حلو في منه رسومات كتيرة واشكال كتيرة ومن الحاجات الشي كانت جايبها بصراحة ان انا اشرف فيه نسكة فيه حتى كان اخر واحد وكنت محتاجة منه كزا واحد فاجبت ده وقولت لما اروحتيني ابقى اه اكمل يعني اه بس هو من الموجات الازاز الكبيرة لو انت بدوري على ح حاجة يكون حجمها كبير يعني اه بس كده دا يكن بخمسة وعشرين اولتركم اه والقبايات الصغيرة وكانت اه بخمسين اه طبعا لو ما تنسيش لانتي لو هتجيبي حاجة بالقطعة كده تكون يلفها في البلاستيك ده او اللي احنا بنعمل به في التلاجع لشان ما تتكسرش وشوفتوا معي الفيديو ازاي بتشيل الجهازك هتلاقيه على القناة ممكن نسابها لكم برضو في اول كومنت تحت الفيديو اه هنا فيه برضو ده نوع اسم اه القباية دي حلوة جدا وكانت عجبانيكو ط بس اه اللي مش هاجبني فيها بس ان هي ملهاش يد يعني فمش هتكون عملية اوي مع حاجة سخنة اه بس هي عمتا شكلها حلو اوية اصلا مرسومين عليها ان هي تحط فيها مسلا اه لمون بالنعناية وحاجات من دي فانتي ممكن استخدامها كشاي لو عادي ما عندك مشكلة مع انك تمسكها وهي سخنة او ان انتي تستخدميها اه للعصير يعني اه بس اعتقد ان انا استخدمها للعصير اكتر وهي فيها من تحت القاعدة دي بصراح شكلها حلو اوي اه يمكن نجبانيكو في الكاميرا اونيها لها ق بخما يعني كده وشيك شوية دي كانت في تقريبا بمية وعشرة دي بقى من لومونارك ايه طبعا ماركة لومونارك معروفة يعني ومشهورة وكلنا بنصق فيها جدا من حاجات الحلوة اللي اكيد هتلاقي عندك حاجات كتير جدا من جهازك من لومونارك يعني ايه شكلها حلوة قوي ومميزة ايه وحلوة جدا للنس اللي بتحب الشهيك بميات قليلة مش بتحبه كتير يعني ايه بس هي سويني بس هفتحها لكم اخيرا مفتحتها الحاجات بصراح لها مش معها حلب دي بتكون متعبة قوي في ان انت تحطيها وتنزقيها تاني وترجع تفتحيها اه بس هي كده صغيرة شكلها كيوت قوي قوي اه حلوة كده انت اقول ما تشوفيها تبعيز ان تشتريها على طول اه حجمها كويس وهي من فوق مربعة بالشكل ده طبعا ازي زي ما انتو شايفينه اه نقي جدا مربعة من تحت فيه كمان النوع منها اه بيكون قادة من تحت بتاعته ملونة كده بتكون علمان بس تال حلوة اه بس انا بصراحة بحجب الحاجات الي زيزي الشفاف اكتر يعني اه حجمها صغيرة فانا بصراحة اه قلت يعني مش هشرف فيها شي ممكن مسلا اه 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 بس هي برضو من غريض بس هي حجمها مناسب اكتر للقهوة بالنسبة للسغار الحقيقة انا مش فاكرة سعرها خالص يعني بس بص اللي بعدها دي اه كانت من المنارك برضو جايبها من فترة وريبة من سنة كده تقريبا كانت من كرفور كنت جايبها برضو كانت حوالي تقريبا خمسة وتمانين او حاجة زي كده اه فممكن تلاقوا الرنج بتاعهم يكون نفس الرنجة تقريبا انها طبعا المنارك اللي اتنين اه والحجم تقريبا واحد يعني بس دي شكلها احلى كمان اه انها يعني كده لها اليد بتاعتها وحجمها يمكن اصغر سنة اه بس ها متل اللي اتنين ينفعوا للقهوة يعني شكلهم حلو اه وفيها من تحت كده كمان حاجات كده زي الفسطونات كده لو انتم اخدام بلكم اه حجمها كويس انتي دي بقى حاجة كده من غير طبق من غير ان هي تبع حوالي وش كتير اه دي استخدامك اليوم في المطبخ يعني بدل ما اتطلعي مسلا الاطم بتاعت الصيني وكده طبعا مفروض تطلعي من المتشربية بس مش هيكون كل يوم يعني هنا واضح اكتر الحاجات الرسمات اللي فيها من تحت اللي هو اخدام بلكم اه بس دي بقى حاجة من غير طبقة واستخدام يومي كده تبع معيك سهلة في الغسيل وكده اه والطلعي برضو الحاجات التانية بس مش هتكون كل يوم زي دي وقتلكم دي كانت من كرفور اه بخمسة وتمانين وبيكون موجود منها كزا شكل يعني اه لو محتاجها اروح في كرفور هتلاقيها اه ده بقى حاجة من حاجة الشاي برضو بس حاجة مختلفة كده شوية كلكم عارفينها وكلكم جبتوها اه ده اللي هو الطاق من الاستيكانة اللي هو طاق من الشاي التركي اه ده الاسم بتاعه لو واضح علشان فيه حتى قال لي انت مش بتركزي على اسيمي والماركات وكده اه بس انا دايما ببقى مركزة على اسم الماركة اه فبردو تاني علشان توضع بالكم اه وهو الصناعة بتاعته اه تركي اه هو مثل ده يعني او الطاقم الاستيكانة ده هو اصلا تركيا احنا عرفنا من الاتراك رغم ان هو يعني بيمثل الشكل العربي اكتر يعني وديه العلبة من ورا هو المفروض ان هو يكون اه بنفس المعالي اللي فيه بس انا بتاعي اللي اسف ما فيه معالي بس فيه قطم كتير فيه معالي فلو انت تفرق معيك يعني المعلاقة ركزي في الطاقم بتاعك ان انت تجيبيه اه يكون معالي المعالي بتاعته لكن انا ده اه هو عبارة عن ستة كوبية اه بالستة الطبقة بتاعهم من غير المعالي خالص بس الاستيال ده ما تكتروش منه يعني هتي مسلا واحد او ا اتنين بكتير اويين كان فيه كمان دلوقتي اشكال كتير احلى كتير من اللي انا جايبها ده لان انا كنت جايبها من اكتر من تلات سنين فكان لسه نازل وكمان ما كانش عجبني اوي يعني اه هو زي ما انتو شايفينه كده اه بيكون من تحت كده الطبق اسود في انجولد كده اه والكوبية انا كان نفسي يكون هو طبع من شفاف عادي خالص يعني اه ما يكونش فيه حاجة او يكون الطبق بس اللي ملون اه بس هو اه طالع ان هو كده فيه استرس وفيه الوين بسيطة يعني شغل بس بسيط يعني اه بس انا يعني مش هستخدمه كل يوم مسلا علشان انا هتدايق منه اه بس يكون برضو حاجة موجودة عندك تنوع يعني مع انه هو اه شكله كويس وكيوت كده اه ومن تحت زي ما قلت لكم لونه عسلي كده وطالع عليها شفاف والطبق اه اسود في جولد من قدام اه ومن وره بيكون لون واحد بس كده لونه اه جولد نحيسي كده شوية زي ما انتم شايفين اه هو بصراحة مش وحيش بس انا كنتم يعني دلوقتي في حاجات احلى من كده بكتير كمان ا اه زي ما قلت لك ما تقطرش منه طعمة واتنين بكتير كفاية قوي يعني احنا اصلا يعني احنا مش اطراقه دي مش من العادات بتاعتنا يعني احنا لو بنشوفهم في المسلسلات دايما اه لازم بيشوفهم في الحاجات دي الشاي وكده اه لكن احنا مش طول الوقت بنشرب شاي ومش طول الوقت هنقلتهم في كل حاجة يعني فكفية نتيت تكون جايبة اه واحد بس منه تغيير واقما مسكته في اليد كويسة بس برضو منهش يد وكده اه بس ده كان اه تقريبا كان في حدود مية وتمانين مش عرفة برضو الوقت يكون بكان بالزبط يعني ايه ايه انا مجبتش منه وغير ده بس كده ومعتقدش ان انا هيجيب منه وتاني زي ما بقول لكم لان احنا اصلا جايبين موجات وجايبين حاجات تانية كتير يعني تتخيلين الحاجات دي بس كده العزاز اللي انا ورت لكم ده كل فيديو النهاردة ده الحاجات اللي هي الشاي بس او مسلا مشروبات زي النعناع وكده ايه فاعملي حساب الموجات التانية للمشروبات للكابتشينو والنسكافية والحاجات دي مش كلها هيكونش هي يعني ايه ده كان الف الفيديو يا رب يكون عجبكم وتكون اصفدتوا منه اه بليز لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده وكمان اه هسيب لكم في اول كومنت تحت الفيديو اللينك بتاع الموجات لو حابين تشوفوها اياه نشان تجمعوا كل الحاجات اه مرة واحدة يعني تكونوا عارفين كل الكوباية اللي هتلزمكم من كل الاشكال اه بس اللي شافنا الاول مرة بليز يشترك في القناة الفعل الجرس عشان تابعوا كل فيديو فيديو باقياتي اول باول واستنوني ان شاء الله فيديو بديد ورايف جدا باي اه باي